اشتركوا في القناة فكان قال بالجر بقسميه والتنوين باقسامه والنداء بحرف النداء او بحذفها والتعريفية وهي الجنسية والعهدية ومسند وهو الحديث والشرح والتفصيل والاسناد يحصل بهذه مجتمعة او يعني لم يقصد مجتمعة بالشرط سواء كانت مجتمعة او ببعضها يحصل للاسم تمييز عن الحرف والاسم عن الحرف والفعل قال فاذا ميزنا الاسم فالباقي اما فعل واما حرف فكيف تميز الفعل عن اخيه يعني عن الحرف لان الاسم تميز نحن كنا قلنا يا احباب ان الكلمة الموضوعة لمعنى عند العرب طارة يكون هذا المعنى مستقلا يتصور بنفسه بذاته باستقلاله فهو الاسم واما ان يلحظ فيه الصدور والحركة زمنية زمنية اعيد اعيد المعنى المستقل هو تلك الطبائع والحقائق والمعاني والصور الذهنية في البال بيت وشجر وزيد وعلي وقلم والاعتماد والاستقلال والتدين سواء كان مصدر يعني بسموه او كل هذه الالفاظ تشير الى صور ذهنية لاحظوا لا حدوث فيها بالزمن وان كان فيها حدوث يعني الاكل ما في حدوث الضرب ما في حدوث بلى بس شو عم تلاحظ انتي بكلمة الضرب والاكل والقيام والدرس عم تلاحظ فيه ماذا معنى الحدث معنى الحدث معنى الصورة لا تلاحظ عملية صدورها الآن عملية صدورها الزمني واضحة فاذا اما ان تلاحظ من الفاظ العرب هذه معاني مستقلة فهي الاسماء وان جهلت لفظا انه اسم او فعل او حرف فميزه بهذه العلامة فاذا فاذا انقدح فاذا سمعت لفظة سائل ها لفظة سائل وشككته انتي مجي من لغة لم جاء حتى لو كنت عربي لكن ان ذكر امام عندك لفظة سائل فما المراد بها مراد بها معنى السائل كالطبيعة السيالة في المياه وامثالها والله سائل فالامر سائل العلماء عما تجهل ما المراد بسائل بسائل هنا هل المراد بها ان الحرارة تجعل الثلج سائلا هيك سائل ولا لا سائل العلماء عما يعوزك قال هنا كلمة سائل هذه الواردة في العبارة طبق عليها حركاء عفوا علامات الاسم فان قبلتها فهي اسم وان لم تقبلها فطبق عليها علامات الفعل الاتي بيانها واضحة ان شاء الله اذا اما ان توضع اللفظة لمعاني ذهنية مستاقلة فهي الاسماء وقد توضع الالفاظ العربية لمعاني تشبه معاني الاسماء والمائز فيها بالمضمون ما هو الحركة الزمنية اعيد لفظة الابتداء لفظة التدين لفظة الموت لفظة الاخرة لفظة علي لفظة شجر بعض هذه الالفاظ فيها احداث الموت مش حدث الضرب مش حدث هي اسماء ولا افعال اسماء كيف نميز معنى الاسم عن معنى الفعل قل معنى الفعل فيه هذه الصورة زائد زمانية حصولها لحظة حصولها ولذا كلمة الموت تعني خروج الروح من البدن مش تعني متى وزمانية خروج الروح من البدن اذا شكلت لفظة معنى الموت بلفظة ماتى قل موت حصل يموت موت يحصل خروج يحصل مت أمر بالموت اذا شو لاحظنا نحن لاحظنا زمن لاحظنا معنى خروج الروح المزمن بهذا اختلف مفادو لفظة ماتى عن لفظة الموت عن لفظة الموت لفظة الضرب مصدر فيها معنى مستقل لانه معنى الضرب غير معنى المصح لفظة الاكل معنى الاكل غير معنى الشرب اذا عم تحكي معاني مستقلة الصورة عم تلاحظ ماذا طبائع طبيعة الضرب غير طبيعة التحية طبيعة الاكل غير طبيعة الشرب فاذا الشرب معنى مستقل شريبة فيها احداث الشرب الزمني واضح اذا المعنى الفعلي هو حركة صادرة مظروفة في زمن اذا وجدت كلمة تفيد معنى الحدوث الزمني فهذا اول تمييز للفعل عن غيره واضح ان شاء الله هذا من جهة المضمون اما من جهة الشكل كيف تميز الفعل عن اخوه قال بتافعلت واتت ويا افعلي ونوني اقبلن فعل ينجلي يقول اجلي الفعل عن اخوه ابين الفعل في علاماته عن اخوه وهي علامات اعم من كونها للماضي او للمضارع او للامر وبهذا تمييز لطيف او اشارة لطيفة الى ان الفعل ليس بمعنى واحد الاسم بمعنى واحد الاسم بمعنى واحد اما الفعل بازمنة مختلفة وابتدأ بذكر الفعل قبل الحرف لانه اشرف منه واهم منه اصلا لان الفعل يشبه الاسماء في كثير من حالاته بل وبعض افراد الفعل يحفظه الله بيشبه الاسم كثير حتى قيل مضارع شو يعني مضارع يعني ضارع الاسم اشبهه واضحة اذا الفعل ثاني الاسم ويتألف الكلام من الاسم ومنه فيكون الفعل قائما مقام الاسم في تركيب الجملة المفيدة بخلاف الحرف فانه لا يكون اصلا عمدة في البين ابدا فلا يكون مبتدأ ولا خبرا والفعل يكون خبرا فهو اولى بالذكر من الحرف واشرف فبعد ان ميز الاسم المكتفي الكلام في تشكيل الجملة المفيدة منه الاسم يؤلف جملة مفيدة اسم واسم ويؤلف الكلام الكلام جملة مفيدة من اسم وبين فعل فابتدأ بذكر الفعل وقال بتا فعلت واتت ويا فعلي ونوني اقبلنا فعل ينجلي يقول كل كلمة شككت في فعليتها فصل بآخرها تاء فصل بها تاء تقول وهذا عند العرب على السليقة لا يشكون فيحتارون قل بلى حتى العرب يختلفون في فعلية وحرفية كلمة مثاله نعمة وبئسة هما من اي اصناف الكلمة من الافعال ام من الاسماء ام من الحروف من الافعال الجامدة والله لا قال فوجدنا نعمة وبئسة تقبل علامة موجودة في الافعال كلها فعلمنا فعليتها اذا حتى العربي السليقي قد يرتبك في تصنيف وتمييز بعض المفردات فلابد من علامات ولذا قلتها لكم يا احباب لا بد له من علامات شكلية من حيث الشكل مش من حيث المضمون من حيث المضمون العربي السليقي لا يكاد يشتبه بين فعل وبين اسم فاذا اشتبها في تطبيق طبق علامات الشكل فوصل بالفعل بعض العلامات واضح ان شاء الله اول هذه العلامات التاء وما المراد بها قال التاء اصناف التاء اصناف بعضها تكون في الاسماء المؤنثة او المذكرة لفظا وبعضها تكون في الافعال فأي التاء المرادة هنا تاء الاسماء كقائم وقائمة فتقول سلمت على المرأة المسلمة هذه التاء بالتاء بالأولى المرأة المرأة مؤنث المرأة والمسلمة مؤنث المسلم فهذه تاء بعد سلمت على المؤمنين والمؤمنات فهذه تاء فهذه تاء قل هذه تاء اسمية وكيف يقول تميز الفعل بقبول التاء قال التاء المرادة هنا هي تاء الفاعل هي تاء الضمير بعبارة اوضح التاء التي يذكرها هي اسم وليست حرفا تاء مسلمة وتاء مسلمات هي تاء حرفية علامة لتأنيث الاسم فاذا اردنا الكلام عن انثى انثنا اللفظ بالتاء فهي حرف للتأنيث علامة التأنيث واضحة وتسمى تاء مفتوحة تاء التأنيث المتحركة تاء التأنيث المتحركة اما التاء المذكورة هنا فهي تاء الفاعلين كقول فعلت وفعلت وفعلتي التاء هذه ضمير متصل بالفعل الماضي في محل رفع فاعل بعبارة اجمل هذه التاء اسم بدليل ان الكلام يتم بينها وبين الفعل فتم الاسناد فلما اقول فعلت صليت صليت جملة تامة تركبت من صليت من صلى والتاء وصلى فعل والفعل بنفسه لا يكتفى به في الكلام واتفقنا مرارا ان الكلام لا بد فيه من اسم و شو هو الوا فعل او اسم لا يضر بس الاسم وين فتعين كون الاسم في قلي كلم في جملة صليت يتاء فإذا التاء هذه تاء الفاعل والفاعل قد يكون مؤنثا فتقول صليت وقد يكون مخاطبا فتقول صليت وقد يكون متكلما فتقول صليت انا قمت وقمت وقمت اذا هذه التاء تسمى بتاء غمير الرفع بتاء الفاعل هذه المراد بقوله بتاء فعلت هذه التاء الاولى التاء الثانية هي التاء التي تتصل بالفعل دلالة على ان الفاعل مؤنث قل هي هي قل هي هي هذه التاء التأنيثية كقول كقول قامت شو بتعلم التاء هنا قل والتاء للتأنيث فلا تعتبرها فاعل قمت والتاء فاعل قمت فاعل قمت فاعل قامت والتاء للتأنيث قل هي حرف جيء به للدلالة على ان الفاعل الآتي بيانه مؤنثا واضح اذا هما ليستا ليسا من صنف واحد تلك تاء الضمير اسم وتاء التأنيث حرف واضحة ان شاء الله جيد لماذا اذا اتى بتاء التأنيث هل اكتفى بتاء ضمير الرفع قلنا لان بعض الكلمات لا تقبل اتصال تاء الضمير بها فلما دخلت عليها تاء التأنيث علمنا فعليتها من قبيل نعمة وبئسة لا يقال نعمتي ونعمة ونعمة وبئسة عند العرب لا تلفظ هكذا لكن هم يلفظون نعمة وبئسة نعمة المرأة فاطمة وبئسة المرأة هند حسين النعمة الامير مثلا وعبيد الله بن زياد بئس الرجل اذا فنعمة وبئسة من افعال المدح والذن وتتصل بهم التاء اي تاء ليس التاء الفاعل بالضرورة انما هي تاء تأنيث الفاعل تاء تأنيث الفاعل اي فاعل يعني الاتي بعد الفعل كأن تقول نعمة المرأة فاطمة وبئسة المرأة هند بس لفظت انت لفظة التاء هذه تاء التأنيث مع نعمة وبئسة علمت فعلية نعمة وبئسة اذا اتضح هذا يا احباب فالفت عنايتكم الى قول بعض النحات وهو لو قالوا علامة الفاعل علامة الفعل وجود التاء التأنيثية هذه لكان ادق ليه لماذا لانهم قالوا ان كل فعل ان كل كلمة تقبل تاء الضمير تقبل تاء التأنيث يعني فعل قام فعل قال فعل اكل بصح ان تعرف انت بعلامة تأنيث بعلامة فعليته بتاء الضمير اكلت اكلت اكلتي لكنه يقبل اكلت يقبل تاء التأنيث بعد تاء التأنيث تكون في نعمة وبئس ولا تكون تاء الضمير فاذا هي اكثر دخولا وادق علامية فلو قيل التاء هي المراد بها تاء التأنيث لكان اشمل ولا داعي عند اذن للتمييز بين تاء الاسم وتاء الحرف ما هي تاء الاسم تاء الضمير رفع المتحرك قمت تات ضمير الرفع المتحرك بين حركات ثلاث تاء التأنيث ما هي تاء الساكنة قامت تضللني من الشمس اذن قامت اكلت تسمى تاء التأنيث الساكنة سمينها ساكنة وتل وهي حرف وتلك تاء الضمير المتحرك وهي اسم واضح ان شاء الله فاذن هكذا قال بعض النحط قالوا لو قيل ان العلامية هذه هي تاء التأنيث الساكن لكان ادق واشمل باعتبار صح الدخول تاء التأنيث على كل الافعال ولا يصح دخول تاء الضمير على كل الافعال ولا يصح دخول تاء الضمير على كل الافعال واضح ان شاء الله الجواب كلام صحيح وكلام لطيف لكن تاء الضمير يكتفى بها مع فعلها في الكلام وبدونها يختل المراد فهي مضموناً مطلوبة فلو قلت قمت عرفت تمام الكلام بلفظة قمت أما لو قلت قام تبقى منتظراً لإتمام الكلام ولو كانت التاء هي العلامة هنا وحذفت لما اختل الكلام ولما قيل اختل المراد حتى لو كنت معتمداً على أن الفاعل الآتي سيكون مؤنثاً يجوز أن تخلي التاء من الفعل حتى لو كان الفاعل مؤنثاً في بعض الصور الآتي بيانها لاحقاً من قبيل طلع الشمس وطلعت الشمس على كل حال هذا كلامنا الأول في التاء الآن لا تشتبه يا أحباب لفت نظر ما هي تاء التأنيث الساكنة؟ هي تاء قامت وضربت حرف يتصل بالأفعال أو بالفعل الماضي يعني بالخصوص يدل على أن الفاعل الآتي مؤنث بس هذه تاء الساكنة تسمى لقامت قامت تاء التأنيث الساكنة في مقابلها التاء التأنيث المتحركة وينها تاء التأنيث المتحركة؟ لا تاء التأنيث المتحركة وينها؟ مسلمة تن تن تلك تاء التأنيث لكنها متحركة فالعلامة هذه هي تاء التأنيث الساكنة نعمة فاطمة بئسة هند واضح وأما تاء الضمير فلك أن تسميها تاء الضمير تاء الرافع تاء المتحركة تاء الفاعل المتحركة مش تاء التأنيف المتحركة لأنه قمت 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 واضحة إن شاء الله قلت لكم في بداية الشرح إن تاء التأنيف المتحركة اللي هي لا تكون علامة على الفعل مثل مسلمة 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 قلت تكون هذه العلامة في الأسماء المؤنثة بل وفي بعض الأسماء المذكرة كحمزة وطلحة فإن هذه التاء هي تاء تاء كتاء التأنيف شكلا لكنها لا تحكي مؤنث المعنى لا تحكي تأنيث المعنى إذن هذه التاء تاء تأنيث اسمية فليست المحكي عنها ووجدنا هذه التاء أيضا تدخل على بعض الحروف من قبيل ربت يقولون ربّة وربّت وهو الحرف فلا تكون علامة لتمييز الفعل أبدا انتهى انتهى بتا فعلت وأتت ويا افعلي يقول ومن علامات تمييز الفعل عن غيره هي قبوله لياء الخطاب ما هي ياء الخطاب قل ياء الفاعلة ياء الفاعل ما هي ياء الفاعل هي التي تدخل على المضارع بقولك تفعلين والتي تدخل على الأمر بقولك افعلي يا فاطمة تشفعي لي اشفعي هذه الياء هي اسم وليست حرفا فتعرب ياء الضمير مبنية في محل رفع فاعل وبها يتم الكلام مع الفعل يا فاطمة تشفعي لي في الجنة اشفعي فعل أمر والياء ضمير مبني في محل رفع فاعل ويسمى ياء المخاطبة ومثلها الياء الداخلة على المضارع أو مع المضارع بقولك يا فاطمة أنت تشفعين فاشفعي تشفعين هذه الياء ياء الخطاب المؤنث فهي ياء الفاعل فتكون مع الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون فإن كان مضارعا وإلا دخلت على الفعل لو كان أمرا بقولي اشفعي لي اشفعي واضحة إذن ما المراد بيا فعلي يقول المراد بيا افعلي هي ياء الخطاب المؤنثة التي تعرب في محل رفع فاعل وتدخل على الفعل الأمري تكون مع الفعل الأمري تقول افعلي فعل أمر وقلت قبل قليل تفعلين أيضا قلنا بالدقة هي هي لأن الفعل الأمرية هو عبارة عن المضارع هو عبارة عن المضارع يأتي إن شاء الله في تفاصيل كلامنا لاحقا كلام الكوفيين في فرعية الأمر عن المضارع فيقولون هو 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 الفعل الأمر هو مضارع في الأصل بل هو أحد أقسام المضارع أحد قسمي المضارع على كل حال ياء افعلي هي المعني بقولها أو لها هي المعني بها افعلي للأمر وتفعلين للمضارع عليكم السلام ورحمة الله يقول وحاجتنا لهذه اللياء ظاهرة في أمر أكثر منها في المضارع شوفوا يا أحباب أبناء السليقة العربية يميزون الأمر والمضارعة والماضية عن الأسماء بغريزة لكنهم قد يشتبهون في بعض الكلمات أفعال هي أم غير أفعال أفعال هي أم أسماء أفعال أنه صهب الله شو هي بتدل على أمر ما بس مش فعل نعمة بتدل على حدث ما بس مش مبين فعليتها واضح اختلفوا فيها واختلفوا في صه أف ولا تقل لهما أف أف اسم ولا فعل فعل لا والله لا في شنب الفعل ولا في شكل الفعل ولا في شعر الفعل ما بيشبه الأفعال هذا كلمة أف أو كلمة آخ بس حدثيت حدثي زمانية لأن العربي يستعمل آخ بمعنى أتوجع وأف بمعنى أتضجر بلا شك وهيهات بمعنى بعدة هذه أسماها النحويون أسماء أفعال مش أفعال إذن يشتبه العربي في فعلية وإسمية بعض المفردات فإذا اشتبه في لفظة هات يا فعل والله اسم فعل فعل والله اسم فعل اختلفوا فيما بينهم فصار الأكثرون إلى كونها فعل بدليل قبولها لياء الخطاب هاتي تعالى هو فعل والله اسم فعل قالوا هي فعل بدليل قبولها للياء أيه ياء ياء الخطاب تعالي تعالي الكلمة إذا كانت اسم لا تقبل الياء أبدا لا تقبل الياء هذه ياء الخطاب يعني ياء وأنت يعني إذا بدك تقول أنت هذا الكتاب لكي شو بتقلها هذا كتاب بوكي ما بتقلها هذا كتابي إلا إذا كنت فارسي إذا عم تحكي بالفارسي الياء هوني يقول مش يقول متكلم هذا يقول خطاب لإلها ففكت إلا هذا كتابي وأنا أصد فيها أنتي واضح جيد إذن ليس من كلمة عند العرب اسم وتقبل الياء المخاطبة بس تحطول الياء للإسم شو بتصير الإسم بس تحطول الياء شو بصير بصير ياء المتكلم الإسم بس تحطول الياء بصير ياء المتكلم بصير كتابي بس تحط ياء للإسم عند العرب صار للمتكلم ولياء هذه للمخاطبة لا تكون إلا في الأفعال مثل انزلي ومثل تفعلين وعرفنا بهذه الياء فعلية بعض الكلمات اللي هي هات وتعالي قلنا هاتي وقلنا تعالي فمن أول سعتها لو كانت كلمة هات وكلمة تعالى أسماء لمن ضمت إليها ياء المخاطبة لأن ياء المخاطبة لا ولن تكون في الأسماء واضحة إن شاء الله جيد فإذن المراد المراد من قوله ياء إفعالي هي الياء الداخلة على الأمر وعلى المضارع وليش قال ياء إفعالي ما قال ياء إفعالين لأنها لأنها أولا أولا ترد في الأمر إلى المضارع لأن الأمر فرع المضارع حتما بل هو هو ويأتي إن شاء الله تفصيله واحد اثنين لأنها نفعتنا هذه الياء في بعض الكلمات اللي اشتبه في أفعال أمريتها عن أسماء مثل تعالي ومثل هات فهي كانت في إفعالي كانت في فعل الأمر كانت عليمي دلتنا على فعلية أفعال اشتبه في فعليتها واضح فعشانك قال إفعالي ما قال تفعلين لأنها نفعتنا فيما يظهر منه الأمر إذن بتافعلت بتافعلت وأتت ويا افعلي ونون أقبلن شو المراد بنون أقبلن المراد بنون أقبلن نون التوكيد ونون التوكيد يا أحباب لن تكون في الأسماء ولن تكون في الأفعال الماضية ليه لماذا لأن التوكيد يكون عند إرادة حصول فعل لم يحصل بعبارة هم 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 لكن لا يمكن أن تقول قتلنا لا يمكن أن تقول استشهدنا لماذا؟ لأن التوكيد لا يجامع الماضي إنما التوكيد هو إرادة حصول فعل أشك في حدوثه الآن فأؤكد فعل أشك في تحقيقه لاحقا فأؤكد لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين هو غير مسجون يوسف عليه السلام فطلبت سيدة القصر أن يسجن يقينا فقالت لا يسجنن إذن الماضي حدث وحصل فالتوكيدات بسؤول اسمه تحصيل للحاصل وهو محال مستحيل ولذا لا تكون نون التوكيد إلا في المضارع أو الأمر يعني في المستقبل عند إرادة التوكيد يعني عند إرادة الحصول وهذا بديه أنه لم يحصل هذا لا يكون في الماضي ولماذا لا تكون نون التوكيد في الأسماء؟ لماذا؟ لأحسنت لأن الأسماء معانيها مستقلة لا أحداث تتبع ولا أحداث تحصل وإن وجدت ما يشبه النون في الأسماء فهو لضرورة الشعر وهو فهو لضرورة الشعر يعني رح يطلع لنا شي راجز كين مأنوس مثلا مع الناقة أجي عبيل الحداء وقال وقائلن وقائلن شو يعني وقائلن مثلا يعني حط نون التوكيد مع كلمة قائل مثلا إذن نون التوكيد لا تكون مع الأسماء ولا مع الأفعال الماضية إنما تكون في الفعل المضارع والأمر وهي المعنية بقوله أقبلن أقبلن الكلام هو الكلام لاش دخلها على الفعل الأمر لأن الأمر هو مضارع وزيادة فما يقبله الأمر يقبله المضارع فما وجد في الأمر وجد في المضارع واضح إن شاء الله جيد النون هذه أعم من أن تكون نونا مثقلة وهي نونان مدغمتات كقوله تعالى لا يسجنن أو تكون نونا واحدة ليكونا لنصفعا لتذهبا ومرة يقول لتذهبن الثانية مشددة والأولى مخففة وحكمهما واحد وحكمهما واحد تسمى نون التوكيد الثقيلة والخفيفة وهي حرف لا اسم فلا تعرب لكنها تجعل شيئا في الفعل له أحكام بتصير تبنيه إذا كان أمرا أو مضارعا تبنيه على الفتح نون التوكيد إذا دخلت على الأفعال بنتها على الفتح على كل حال نون التوكيد مثقلة أو مخففة وقد تفعل ولا تبين أصلا ما إلها ظاهر بسموها المقدرة المقدرة نون التوكيد المقدرة تعمل لقوتها مخفية مثاله أنا أريدك تفعل نعم شو أريدك تفعل أريدك تفعل مضارع مرفوع ولا تدخل ولا يوجد عليه الفتح إلا مع أداة نصب تعرف النواصب يعرض الله عليها نواصب أن لن إذن كي إذن لا يوجد فتح على آخر الفعل المضارع إلا بالنواصب طيب أريدك تفعل ليش نصبت الفعل قال ليس نصبا هذا لأن لعدم وجود أداة النصب إذن لما فتحت آخره قال لي أني قدرت له النون ولو كنت فصيحا ونحويا عند العرب لعذرتني وقلت أنا أتكلم بالفصاحة فلما فتحت الفعل اعلم أني حذفت نون التوكيد منه أصل العبارة أريدك تفعلن مؤكد بس إلك أني كفصيح وأخاطب فصيحا تفعل معنى تفعلن وحذفت النون وأبقيت الفتحة على آخره علامة بنائه وهو قول الشاعر مثلا يحسبه الجاهل ما لم يعلم هذا واحد نظر إلى جبل من بعيد وكان الجبل مرتفعا وبقي على قمته رأس من ثلج أبيض قال ما شاء الله كأنه شيخ معمم جالس على كرسي مهيوب هذا الجبل أجرد أجرد بلون الأرض إلا أنه على رأسه بياض قال هذا البياض يشبه العمامة قال يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما شاهد فيها يحسبه الجاهل ما لم يعلم من وإلا لاش عم بقول يعلم إذا كان في الشعر وفي قبل منه لم جزم الفعل المجزوم إذا أردت تحريكه بماذا تحركه إذا أردت تحريكه بماذا تحركه الفعل المضارع إذا كان مجزوما فهو ساكن فإذا أردت تحريكه لالتقاء الساكنين ولغيره بماذا تحركه بالكسرة وتقول يحسبه الجاهل ما لم يعلمه لكن لما فتحه اعلم أن الفتحة هذه لنون توكيد لنون توكيد محذوفا فعل المضارع إذا كان مسكنا أو فعل الأمر إذا كان مسكنا وأردت تحريكه تحركه بالكسر لم يخلق الله لم يخلق مجزوم إذا أردت تحريكه لالتقاء الساكنين بماذا تحركه بالكسر لم يخلق الله واضحة لم يخلق لم يكتب الولد لم يكتب فإذا أردت وصلها قل لم يكتب فإذا تحرك أواخر الأفعال للمجزومة أو المسكنة بالكسر فإذا حركتها بفتح وأنت فصيح يعني إذا كنت جاهلا نعلمك وإن كنت فصيحا نقول قد حذفت النون إذا النون التوكيد بأصنافها تميز الفعل المضارع والأمري ولا تميز الفعل الماضي شو بكون ناتج يا أحباب كم عليم ذكر لنا هلأ في تمييز الأفعال بتافعلت وأتت ويا إفعالي ونون أقبلنا أربعة تنتين للماضي أو التنتين للمضارع والأمر الياء والنون هي في المضارع بقسميه لأن تلك الأمر قسم من المضارع إذن الياء والنون علامة علامة تميز الفعل الأمرية والمضارع وبالتاء في قسميها تمييز لفعل الماضي تطبيقه يأتي والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطائرين